السؤال اللي لازم يتسائل هنا هل انجلترا بوجود هندرسون وووكر وفودن؟ تختلف عن انجلترا في وجود ميسود ماونت وستيرلينج وتريبيه؟ يعني ليه انجلترا في وجود السلاسي بتاع ماونت وستيرلينج وتريبيه في ماتش امريكا كانت بتقابل صعوبات في خروج الكورة؟ على عكس مباراة السنغال مبارح برغم ان ضغط السنغال كان نفس نوع الضغط اللي استخدمه امريكا يبقى هنا المشكلة كانت في ايه؟ هل المشكلة كانت في الشكل الخطط اللي بيتبعه؟ ساوس جيت؟ ولا المشكلة كانت في وجود افراد مش قادرين يطبقوا الادوار المحددة للشكل الخططي بتاع ساوس جيت؟ تعال بقى نشوف الفيديو لده سمده مع بعض هنوضح الفرقات اللي كانت ما بين انجلترا في ماتش امريكا وفي ماتش السنغال مبارح يلا بينا هنبدأ بماتش امريكا بص ساوس جيت دايما بيلعب برايس كمحور ارتكاز وبيلنجهام وماونت كانوا بياخدوا انصاف المساحات اليمنى واليسرى مع الاحتفاظ بوجود بيلنجهام جنب ديكلان رايس في حالات الضغط العالي كمحور مزدوج هنا قدامك ميسون ماونت موجود في انصاف المساحات والمفروض انه هيستلم الكور عشان يطور الهجمة من لوك شوه ميسون ماونت مشكلته انه مش مارين كفاية او انسيابي انه يتحرك تجاه المساحات ويهرب من الرقابة عنده مشكلة في استخدام الخدع الجسدية عكس بيلنجهام ودي كانت اول مشكلة بتقابل انجلترا امام امريكا اللعيبة نفسها ما كانتش قادرة تكتشف المساحات او تهرب من الرقابة اللاسيقة اللي هي المانتومان زي هنا ديكلان رايس هنا مترائب من المهاجم التاني الامريكا وبالتالي حلول التمرير عند لوك شوه هنا تبقى متحجمة او منعدمة ومش هينفع يمر الجير للخلف بس ضغط منتخب امريكا كان بينص ان انت بتضغط على جون ستونز بوضع كتري والمهاجم التاني كان بيرائب ديكلان رايس في العمق وكانه بيسيبه ماجواير كلعب حر هنا لان ماجواير اقل لعب موجود في ادفاع انجلترا في مراحل بناء اللعب وكالعادة في عملية الترحيل ديكلان رايس مترائب بالمهاجم التاني ميسون مونت هنا ما عندوش حلول انه يفك الرقابة اللاسيقة عليه وكان بيلنجهام بيتحرك في دهره وبيرحل في انصاف المساحات اليسرى هنا نقف وهنا نقول سويس جيت في تغيير ادوار بيلنجهام في مباراة السنغال اللي هنشوفها بعد كده وكان في حالات الضغط العالي المكسف بيلنجهام كان بينزل ومين تاني كان بينزل تحت كان ساكا كنت بتفقد الجناح بتاعك في مناطق خلفية عشان تساعد في مرحلة بناء اللعب وهنا كان منتخب انجلترا ما كانش قادر يخرج بالكورة مع الوضع ده بالاسماء دي جوه الادوار دي عشان نروح لماطش السنغال بتلت تغييرات هندرسون في مكان ماونت ووكر في مكان تري بيه وفودين مكان ستيرلينج اللي حصل ده عشان حاجتين تحسين الادوار داخل الملعب جوه لشكل الخططي بتاع الاربعة تلاتة تلاتة وكمان اغير شوية من الشكل الخططي اثناء حياسة الكورة خصوصا في مرحلة البناء وما يبقوش اتنين بيبنوا بس يبقوا تلاتة في وجود ووكر فهنشوف الكلام ده دلوقتي ضغط السنغال شبهة ضغط بتاع امريكا لاعب بيضغط على جون ستونز المهاجم التاني بيمسك ديكلان رايس في العمق وما جواير هو اللاعب الحر برضو اللي بيسبوه عادي انه يستلم الكورة بدون ضغط هندرسون هنا عندك كان بيقدم الدعم في وسط الملعب منين من نص المساحة اللي هي موجودة في الجانب الايمن عشان الكورة تروح في الجانب الايسر بص بقى فاكر ميسون مونت دلوقتي بقى بلنجهام موجود في انصاف المساحات اليسرى على طول بيقدم خداع جسدي بيهرب من الرقابة اللاسيقة اللي هي المانتو مان وبيروح دايما لأي مساحة موجودة في الملعب وهنا رايس كان بيتحرر عن مباراة امريكا لان المهاجم التاني كان يروح يضغط على ماجواير والمهاجم اللي كان بيضغط على ستونز دايما ترحيله متأخر بسبب بعد المسافة ما بينه وما بين ديكلان رايس فأصبح اللعب الحر هنا ديكلان رايس لوكشو يشد الملعب عند الخطوط ففودن يصبح جناح داخلي فيصبح مسلس التمرير لمعمول ده ما بين بلنجهام وفودن وهاريكين فيصبح هاريكين في العمق برضو لعب حر هنا في اللعبة قلتلك الشكل الخططي هيتغير اثناء حياسة الكورة وتحديدا في مرحلة البناء كانت بتتم بشكل تلاتة واحد ووكر كان بيروح كان مدافع تالت مع ستونز وماجواير ماجواير يشد ناحية الشمال لوكشو يطلع في اماكن متقدمة جدا في اواخر التلت الاوسط ويشد الملعب على الاطراف عشان يبقى فيه ترابط ما بينه وما بين في الفودن ويبقى مسلس التمرير معمول مع بلنجهام والسنغال بتضغط بشكل 4-4-2 فانت عامل موقف تفوق عددي كده مبدئيا بشكل 4-2 انت كده فهمت ان بلنجهام خد ادوار ميسون مونت في انصاف المساحات اليسرى ووكر حط رجله مكان تريبيه عشان بيجيد اللعب كمدافع تالت اصلا مع بيب جورديولا من البداية خالص عشان وكر يستلم هنا كلعب حر عادي ويبقى فيه تأخير للضغط بالنسبة اللعب السنغال يقدر يلعب كورة طولية مباشرة وكده كده السنغال 4-4-2 يعني ساكة محتوط قدام مش محتاج انه ينزل يبني اللعب زي ما انت شفت في ماتش امريكا بيتحرك في ظهر الزهير عادي ويروح للمساحة وتبقى هجمة لمنتخب انجلترا ميزة وكر كمان انه بيجيد توزيع اللعب وتحويله من جبهة الى اخرى وكده كده الجبهة اللي فيها تحميل اصلا فيها لعبة كتير وكسافة عددية هي الجبهة اليسرى ركز لي بقى في اللعبة دي عشان فيها 3 لعبة من السنغال بيضغطوا فيهم واحد عمل الكافر شادوينج وقاف الممر التمرير على ديكلون رايس والتاني هيروح يضغط على ماجواير دلوقتي اللعب الحر في الجبهة اليسرى وعينك تحت في انصاف المساحات اليومنة مع هندرسون وشوف هيعمل ايه بعد الترحيل دلوقتي للمرة التانية بالانجهان بيشوف المساحة وبيعمل خداع جسدي وبيقرب وبيفتح ممر التمرير وده اللي كان عاجز عنه ميسون ماونت قبل كده مش بس بيفتح ممر التمرير ده بيفتح مساحات خلفية كمان لتحرك في الفودن خلف الزهير الايمن للسنغال هاركين بيرمي نفسه في الجبهة دي وبياخد معاكو لبالي عشان يفتح الصغرة لا يتحرك منها هندرسون من العنق وبيلعب على فكرة ترحيل لعب وسط السنغال عشان يروح يقفل المساحات ديكلون رايس زي ما قلتلك بيبقى لعب حر لان اللاعب اللي بيضغط على جون ستونز من البداية خالص بيكون متأخر في عملية الترحيل فبيكون لعب حر هنا زي اللعبة اللي فاتت بالزبط الكورة في رجل لوكشو رايس فتح له ممر التمرير الجانبي كلاعب حر هنا بالانجام هنا تمركز في المساحة فسحب معاها لعب وسط السنغال ففودن بقى حر جدا انه هو ينزل يطلب الكورة قبل الزهير ويفتح فكرة الرجل التالت لوكشو لوكشو يلعب ويتحرك على الخط على طول وبالتالي هنا في الفودن كان زكي جدا ووجوده اهم من ستيرلينج عشان فكرة اللمسة الاولى فودن بيلعب بكعبه وبيلعب بلمسة واحدة بس يقدر يخرج فيها اللعبة التالت في المساحة ويسحب الزهير من مكانه خالص هاركين زي ما قلتلك قريب من اللعبة وبيعمل تحميل وساحب معاكو لبالي واللي مكمل معاه على خط عرضي واحد كان جوردان هندرسون في العمق اللعب البوكس تو بوكس اللي كان بيستخدمه سوزجيت قبل كده كان بلنجهام دلوقتي اصبح هندرسون طب ما هندرسون بيعرف يتحرك بدون كورة هو لعيب الورك ريت بتاعه عالي جدا وبيعرف يهاجم المساحات وبدون الكورة افضل بكتير جدا وهو تحته الكورة وبالتالي قدر استخدمه في المكان ده مكان بلنجهام وبيلنجهام استخدمه في المساحات الديقة اللي ما كانش عارف ميسون ماونت يتصرف فيها اصلا راحت للوقشوف المساحة وكان الزهير الايسر للسنغال كان لازم ينكمش ويديق الخط الاخير عشان يتحرك مع هندرسون ويقفل عليه الصغارات وهنا ساكا يكون اللاعب الحر اللي يهاجم منطقة الجزاء ومحدش ماسكه اصلا يلا نعيد اللقطة من الاول تاني ودي لقطة الهدف هتبقى شبه اللقطة اللي فاتت بالزبط بابني بتلات لعيبة موقف تلاتة واحد اللي هو في البلدف فيز او مرحلة بناء اللعب تفوق عدد 4 على 2 ماجواير لعب حر هنا وشدد الملعب ناحية الشمال عشان لوك شو ياخد تمركزات امامية نفس الفكرة بالزبط بلنجهام دايما مصطبك على المساحة وهنا كرجل تالت فودن دايما مستقبل التمريرة وظهره المارمى الخصم عشان يكون اللاعب التاني في اللعبة شايف هندرسون فين دخل العمق وبيلعب على طرحيل لعب الوسط اللي راح يقام من المساحة نفس اللعبة اللي فاتت بالزبط وبرضو فودن يلعبها بلمسة واحدة عشان يعمل اقصاء للزهير ده ويلعبها المين مش قلتلك قبل كده ان هاريكين بيكون لعب حر هنا بيعمل تحميل في الجبهة اليسرى بيعمل طرحيل وبياخد تمركزات فودن كجناح داخلي هنا بقى لعب حر واستقبل تمريرة فودن اللي هي كانت من لمسة واحدة واللعب اللي كان بيرقى بهندرسون بيرحل على هاريكين فهندرسون يصبح لعب حر في العمق عمال برحل وفضي اللعب حر وقلتلك بلنجهام في المساحات الدايئة على طول مستغل المساحة فهم اللقطة ان كلبالي تسحب مع هاريكين وابتدى ان هو كلعب ثالث يهاجم المساحة اللي في ظهر كلبالي هنا واول مهاريكين ابتدى ان هو يشوف بلنجهام ويحطها لجوه المساحة هندرسون كان بيبدأ ان هو يرقد عموديا كلعب بوكست بوكست عشان يهاجم المساحة اللي ما بين طرحيل عبده دياله والظاهير الايسر اللي هو جاكوبز برضو اللي لازم ينكمش للداخل عشان يقفل الصغرات على هندرسون فيصبح سكى ايه؟ يصبح لعب حر زي ما اتفقنا وفعلا الموقف في النهاية كان اتنين على واحد جاكوبز راحة مع هندرسون وساكن ناحية التانية مفيش تخطية عكسية تجاهه كلاعب حر موقف اتنين على واحد في النهاية تفوق عددي بدأ من مرحلة البناء لحد تفوق عددي كان في مرحلة الانهاء ادي تاني مرة بتتعاد عندك هنا ووكر دايما بيحاول اللعب من الجبهة لجبهة وعندك هنا هندرسون كان بينزل كداعم للهجمة وديك لان رايز زي ما قلنا كان بيتضغط عليه فما جواير كان اللعب الحر في الجبهة اليسرى فاكر ساعة الضغط المكسف في ماتشا امريكا كان اللي بينزل بلنجهام وساكة هنا في ساكة هنا مفيش ساكة هنا هندرسون كان بينزل وبالتالي هنا يتعامل مع الضغط العالي المكسف ويسحب لعبة الصنغال في العمق عشان يفتح ممر التمرير عنده ووكر مش بس كده ده ووكر لما كان بيخش قلب الملعب ويسحب معاه سمعيلة صار كانت مناطق الفلانكس او الاطراف بتفضى فكان جوردان هندرسون بيرحل فيها ويفتكر ذكريات ليفر بول لما كان بيعمل التبادل المركزي مع ارنولد ومحمد صلاح وبالتالي هنا كان يقدر يستلم هندرسون جيد جدا في السياقة الكورة وعندك هاري كين كان بيعود مركزه في نصف المساحة الايمن هندرسون ينطلق ويعمل مسلس التمرير مع ساكة وهاري كين وكان احيانا الهاجمة بتتجمع من الجانب ده مش شارط من الجانب الايسر الحل اللي عملوا ساوزجيت كان هايل جدا قدر يخلي الادوار تبقى واضحة جدا في الملعب وميبقاش فيه عجز من القدرات الفردية